وصل الله وسلم على رسول الله وعلى الله وعلى الله وصحابه ومن احتدى به دهما بعد فقد ثبت على الرسول اللي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان من الأحاديث الكثيرة ما يدل على عظم شأنه وأنه شهر المواسات وشهر الإحسان وشهر الصدقات وشهر بسارعين الطاعات ومنافسة في أنواع الخير شهر تفتح فيها أبواب الجنات وتغلق فيها أبواب الجهنم وتصفت إليه الشياطين شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام لأله تطوع تفتح في أبوه الجنة تغلق في أبوه الجهنم تفتح في أبوه السماء وأبوه الرحمة وينادره منادر يا أبا غير خير يقبل ويأبا غير شر يقصر ولله يعتقى من النار وذلك كل ليلة فالجذير بالمؤمن والمؤمنة المناهزة في هذا الخير والمسارعة في هذا الشهر الكريم إلى أنواع الطاعات وهو شهر عظيم ما مر بالمسلم شهر أفضل منه ولا مر بالمنافق شهر عليهم منه لعدم إحسانهم فيه وعدم قيامهم بحقه فالمؤمن يسارع في الخيرات ويخالف فيه أهل النفاق فيجتهي في طاعة الله وأداء فرائضه ترك محارمة ويسارع فيه إلى أنواع الخير من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والاكتال من كل خير ولا سيما قراءة القرآن هذا شهر القرآن ينبغي المؤمن أن يكتب فيه من قراءة القرآن كله أحرم بحسنة والحسنة بأجل أمثالها مع التدبر والتعقل كما قال الله سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه إن هذا القرآن يهديه التي هيقم قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه بأر فاتبعوه واتقول أن لكم ترحمون فجدر من المؤمن أن يعنى بهذا الكتاب العزيز القرآن ويتدبره ويكتر من تلاوته وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يدارس جبرائه القرآن الكريم كل ليلة وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن ليلتين ففي هذا الحث على مجرسة القرآن والعناية به والاستكتار منه لما فيه من الخير العظيم والحسنات الكذيرة كل حرف بحسنة والحسنة بأشياء مثالها وهكذا ينبغي المؤمن أن يستكثر فيه من الصدقات وموساة الفقرى والمحاويج يقول عليه الصلاة والسلام من فطر فيه صائما كان لذلك له مغفرة للموبة وعزقا لرغبته من النار وكان له متواجده ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل أعمل بن آدم له الحسن بأشي أمثالها إلى سنة مئة ضعف يقول الله سبحانه إلا الصياء فإنه لوان عزيبه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله للصائف فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ويقول عليه الصلاة والسلام يا أصحاب لنجأ رمضان أتاكم شهر رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه فيحط خطايا ويستجيب الدعاء وينظر فيه لا تناهزكم فيباهيهم العيكته فأعروا الله من أنفسه خيرا فإن الشقي منحن رحمة الله ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزودي والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أي دع طعامه وشرابه فالواجب على المؤمن أن يحذر محارم الله المعاصي محرمه في كل وقت وفي كل مكان لكن في هذا الشهر الكريم يجب أن يكون الحذر منها أكثر ويجتهد المؤمن في صيانة السيامة وحفظ الصيامة من سائل المعاصي من الغيبة والنميمة والضم للناس وتعدي عليهم في أي شيء في أموالهم أو أموزهم وفي غير هذا من المعاصي كأكل الزبا والغش في المعاملات والغيبة والنميمة وأكل الزبا وغير هذا من محرم الله فالمؤمن يحذر كل معاصي الله كل معاصي الله ويبتعد عنها يرجم ثواب الله ويخشى إيقاب الله ويجتهد في أدائف الله يعد الصلاة في الجماعة ويحافظ عليها جميع الأوقات الخمسة يبرو والديه يصل أرحمه يدعو إلى الله يمرو بالمعروف ينهى عن المنكر يحذر كل شر ويجتهد في كل خير ولا سيما في هذا الشهر الكريم شهر الصيام وشهر الصدقات وشهر القيام وشهر مضاعفة الحسنات فالمؤمن يجتهد فيه اغتيام هذه الأيام وهذه الليالي بالسيام والقيام ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر الله وتقدم الدب وصلّا بهم الثالث ليال عليه الصلاة والسلام في رمضان واجتمع الناس ثم إنه ترك ذلك وخاف أن تهرض عليهم صلاة الليل فلما كان عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس على إيمان واحد وكانوا صلّوا في المسجد أوزاعا فجمعهم على إيمان واحد وصلّا بهم فربما صلّت له عشرين وربما صلّه oggi عشر فالمؤمن في هذا أمره واحد إن صلّى oggi عشر أو صلّى ثلاثة عشر أو صلّى هاته وبعشرين كل ذلك بحمد الله ويسر الرسول عليه سيقول صلاة الليل متنا متنا ولم يحدّد أحد فإذا صلت 11 عشرة أو 13 كما صلت هذا أفضل وإن صلت 23 عشرة كما صلت الصحابة أو صلت أكثر من ذلك فأمر فيه واسع بحمد الله لأن الرسول لم يحدد ركاعة المعلومة ولكن يهتم بواحدة يهتم بواحدة سواء صلها في أول ليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل أمر واسع بحمد الله لكن يستهب في العشرة الأخيرة حياء الليل كما كان بيوحي الليل عنه صل في العشرة الأخيرة أما في العشرة الأول فالسنة أن يصلي بعضها الليل وينهم تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله في تسبيح في تهليل في قراءة في ذكر في استغفار في صلاة في سائل العبادات هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى ليضي عمل شيء يكون حوضاً إما في طاعة الله وإما فيما أبع الله تحتر يضي عمل شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة نسأل الله لجميع التوفيق نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامة وإكمال قيامة ونسأل الله لمنحنوية فيه المسارع والخيرات والحذر من السيئات إنه سمع قريب صلى الله وسلم عن ربينا محمد وعلى الله وأصحابه ترجمة نانسي قنقر